ميدو ما يفعله أحمد مجاهد بجاحة ورجال أبو ريه ده السبب في فضيحة نهائي إفريقيا أنا بقى يعني مش فاكر التصريح ده كان يخص إيه آه أنا أقول لك بيقوله أنه التصريح ده كان بسبب خطاب اتحاد الكورة لنهائي إفريقيا آه آه بيقوله بقى أنه ميدو هو المحامي بتاع اتحاد الكورة أي خناعة تحصل يخش بقى يهجم طب مين أكتر والهاجم اللي هاجمه طب مين أكتر إعلامي بيهاجم اتحاد الكورة الحالي أنا أنا أكتر واحد بيهاجمه آه الناس اللي بتاعمل حاجة صح مين أكتر واحد بيدفع عنهم لما بيكونوا على حق يدفع عنهم آه لما بيكون فيه موقف على حق مين المعليش مين السبب في مشكلة الخطاب ده الخطاب ده أنا جبت آه اشتغلت الشغل بتاعي في البرنامج بتاعي وعملت فيه شغل آآ تحريري وشغل آآ قل لنا مين السبب وبعد كده قل لنا الشغل اتحاد الكورة جالوا جواب قل مين السبب على طول كده ما تلفش اتحاد الكورة اتحاد الكورة طلع قال اللي فيه موظف خد الخطاب ده وحطه في الدرج الموظف ده لغاية النهاردة ما تعقبش ليه ما تحسبش ليه 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 ما عرفش ازاي ان انت النهاردة واحد تسبب فيه مشكلة كبيرة جدا لنادي مصري اخفى خطاب على نادي مصري وهو طلع اعترف ان هو استقبله وان هو استقبل الخطاب ايوة بس حاجة غريبة ليه اتحاد الكورة انت مدفع عنه معاقبهوش لحظة دلوقتي بسألهم ليه ما عاقبتوش المتسبب في ازمة نهاية افريقيا او الاهلي ده مش نادي مصري الزمالك مش نادي مصري جيه جواب من الاتحاد القاري بيخاطب الاندية بيقولهم لو عايزين تنظموا نهاية افريقيا احنا بنيديه كل غاية يوم كزا تردوا علينا موظف في اتحاد الكورة اخدت جواب ده حطه في الدرج وما قالش لحد طب وانت سكت ليه؟ تلاقى تتكلمت قلت مين اللي متسبب في الازمة دي لازم لازم يتم محاسبته كل واحد بيعمل اللي هو عايزه مين كان وقتها مسؤول عن الاتحاد الكورة؟ هو في الوقت اللي كان مسؤول كان الاتحاد الحالي الاتحاد الحالي كان مسؤول الساس جمال علام؟ اه والاتحاد اعترف ان هو استقبل الجواب وانا طلعت الجواب عندي في برنامجي انت تسببت في ازمة كبيرة جدا لنادي مصري تاريخي النادي الاهلي طب ليه قلت ان ابو ريدا ورجال مجاهد هم السابق؟ عشان في رجالة المهانة سانية ابو ريدا بيحكم الكورة المصرية بيقى لها كتر من خمس سرية السنة حتى في وجود الاتحاد الحالي؟ لا يعني قبل الاتحاد الحالي اه اتحاد الحالي على فكرة مش على وفاق مع المهانة سانية ابو ريدا في ناس لسه جوا من الانتراج بتاع الانتراج عشان كده انت بتدفع عنه عن مين؟ بدفع عن مين؟ حد الحالي لو الله العظيم انا كتر واحد بيهاجمهم والله كل يومين تلاتة بقى وكتر واحد بتدفع عنهم ماشي طب ده شغلي لما يكون في حاجة فيها حق بدفع عنهم لما بيأملوا غلط بقول رأيي طب هو المشكلة عندهم وانت خليت المشكلة عند حد تاني خالص العينة بينا لا انا قلت ان فيه لسه فيه في اتحاد الكرة بعض من رجال المهندس هاني ابو ريدا بيصدروا مشاكل لاتحاد الكرة الحالي ده اللي انا كنت قصده من الهيد لين اللي حضرتك عرضتين واتحاد الكرة الحالي عارفين ما دو سلطة القرار؟ لا ما فيه ناس خلي باك موظفين مش سهل ان انت تمشيهم خلي باك مش سهل ان انت تمشي موظفين تقدر توقفهم تقدر تجازيهم تقدر تحسبهم تخليهم في اماكن تانية ما تخلهمش مسئولين ده اللي انا نديد بيه ده اللي انا نديد بيه قلت ان اي حد ايا كان مين المتسلم وده اللي محد السماء ومحد السماء ومعرفش ليه ما انا تاني بقولوها ما هو انتو النهاردة زي اي حاجة بتحصل في مصر في الكرب مصرية ناس بتعمل اخطاء كبيرة جدا وما فيش حد بيحاسبها انا طيبت منك يا ميدي ليه؟ طيبت منك انا الاول مرة بجد جماعة هتولي يا جماعة اي حاجة مهد اي حاجة